اشتركوا في القناة وكان مركز العمليات بمحافظة جنوب سيناء بالديوان العام قد تلقى بلاغا يفيد سقوط كبري مشاه حي الزهراء على كابينة قيادة التريلة التي كانت تحمل لودر خاص بالمحافظة ومتجه إلى قرية الوادي بتور سيناء وإثناء مرورها تحت كبري المشاه حي الزهراء استضمها اللودر بالكبري مما أدى إلى تحطم الكبري وسقوطه على كابينة القيادة وأصفر الحادث عن مصرع سائقين وإصابة التباع على الفور توجهت سيارات الإصعاف وسيارات الدفاع المدني والأوناش لرفع حتام الكبري واستخراج الجستتان من داخل كابينة القيادة كما توجهت إلى موقع الحادث القيادات الأمنية والدكتورة إناس سمير نائبة محافظ جنوب سيناء وتم نقل الجستتان والمصاب إلى مستشفى تور سيناء العام وأخترت النيابة للتحقيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته